أستاذ طارق لو تحدثنا اليوم عن انعقاد الاجتماع الشاري في مجلس الأمن بشأن اليمن برأيك ما الذي ستحمله هذه الجلسة؟ بداية أخي العزيز مجلس الأمن لن يقدم أي جديد حتى إحادة المبعوث لن تقدم أي جديد فكالعادة سيصدر مجلس الأمن خطابات وإدانات لميليشيا الحوثي دون أن يتخذ قرار واضح من هذه الجماعات الإرهابية التي يجب أن تصنف كجماعة إرهابية ومجلس الأمن الذي فرض اتفاقية ستوكهولم عندما كانت القوات أوشكت على تحرير مدينة الحديدة يبدو أن مجلس الأمن لديه أجندة خاصة في اليمن لا يريد إنهاء الحرب لا يريد إحقاق الحق وإعلان ميليشيا الحوثي عبارة عن جماعة إرهابية مجلس الأمن الدولي والمنظمة الأممية تتعامل مع الملف اليمني بطريقة من النوع الإبتزاز السياسي والإبتزاز المالي فقط للإبتزاز الجمع الأموال والتقاسم فيما بين منظمات الأمم المتحدة ومساعدات تصل اليمنيين مجلس الأمن يتعامل مع الحوثيين كأنهم منحهم بصفة سلطة الأمر الواقع في حين يقب أن يفرض على هذه الجماعة تسليم السلاح لأنها جماعة انقلبت على السلطة انقلبت على الجمهورية وعلى الدستور قتلت وشردت ملايين اليمنيين وحتى أثناء الهدنة الأممية التي أعلنت لا زالت ميليشيا الحوثي تقوم بغصف الموانئ أجبرت الحكومة على إيقاف تصدير النفط أعتقد أن مجلس الأمن يتعامل مع الملف اليمني بطريقة من الاستهتار ونوع من اللموالة لما يعانيه المواطن اليمني من قاتل وتشريد